تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عبر فيها عن خالص التهاني والتبركات بهذه الثقة الملكية السامية داعيا الله عز وجل أن يوفق سموه لمواصلة خطة تطوير والنمى وتعزيز المكتسبات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه